استقبل صاحب سمو شيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس العلا حاكم الفجيرة في قصر سمو برميلة فريق الأرشيف والمكتبة الوطنية واطلع سموه على مهام أداف الأرشيف والمكتبة الوطنية ومشاريعه وبرامجه الحالية والمستقبلية وسبل التعاون مع مؤسسات حكومات الفجيرة في سبيل تطوير قطع العمل التوثيقي والمعرفي بالدولة وثمن سموه الدورة الكبيرة الذي تلعبه المؤسسات الوطنية والمكتبات في الارتقاء بمنظومة البحث والتوثيق وإنتاج المشاريع الثقافية وتوثيق التاريخ المعاصر ورصد المحاطات الهامة في المنطقة عبر مختلف أشكال التعبير المرئية والمكتوب